مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف في الدور المصري قبل ما نبدأ أي حاجة خالص الدعوات يا رب كل الناس بتقول يا رب في شفاء إن شاء الله بإذن الله الوزير نائب الرئيس النادي الأهل السيد العمري فاروق الحقيقة كلنا اتصدمنا بخبر كان مزعج جدا جدا بطبعا وعكة صحية صعبة جدا لمعالي الوزير العمري فاروق ومن ساعتها الحقيقة كل الناس مش أهلوية بس كل الناس الموجودة في مصر وبرة مصر بتدعي بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق ويا رب إن شاء الله يتم الشفاء على خير الحقيقة الحالة في تحسن تحسن بطيء لكن في تحسن الحمد لله في الحالة الطبية كلنا متابعين كل الناس متابعة الحقيقة يعني وده دليل على حب الناس الكبير جدا للشخصية المحترمة السيد العمري فاروق الحقيقة وإن الوعكة الصحية دي الحقيقة بينت مدى شعبية ومدى حب الناس كلها لهذه الشخصية المحترمة كلنا بنقول يا رب وكل الناس بتدعي إن شاء الله بإذن الله إن الوعكة الصحية دي تعدي على خير الحمد لله في تحسن بسيط جدا لكن في تحسن كلنا يعني متابعين الحالة الصحية وكلنا حتى على وسائل السوشيال الميديا كل الناس متابعة الحالة وكلنا بنقول يا رب إن شاء الله تمر هذه الوعكة الصحية بسلام وأمان على السيد المحترم معالي الوزير العمري فاروق ربنا يا رب يشفي ويرجعه لأهله ويكون إن شاء الله وعكة صحية بسيطة إن شاء الله بإذن الله يعدي منها بألف سلام موسيقى